بعد إعلان الحكومة الإيرانية أمس عن أكبر ميزانية بتاريخها يظن الناس للوهلة الأولى أن هذه الأموال ستذهب لدعم اقتصاد البلاد والمواطن الإيراني أو لتوفير وظائف لهم والانتشالهم من فقر بات أكثر من 40% من الشعب يعانون منه الأرقام الملحقة بالميزانية دفعت نقابة المعلمين في إيران للتظاهر دفاعا عن حقوقهم مشيرين إلى أن حصتهم من هذه الميزانية لا تكفي لتطبيق مشروع قانون تصنيف المعلمين متهمين الحكومة والبرلمان بعدم الوفاء بالوعود التي قطعت بغية القضاء على مشاكلهم المعيشية الناتجة عن ارتفاع التضخم في البلاد الميزانية الحالية شهدت ارتفاعا في ميزانية الحارس الثوري بنسبة 58% لتزداد من مليار ونصف المليار دولار إلى ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار على حساب المواطن الإيراني بالتأكيد هذا التضاعف في ميزانية الحارس الثوري لا يعني سوى استمرار السلطات الإيرانية في تمويل حروبها بالوكالة في عدد من الدول العربية بالتأكيد عبر زيادة تمويلها للميليشيات التابعة لها في المنطقة حيث تنفق إيران مليارات الدولارات لدعم ميليشياتها الخارجية متجهلة شعبها الفقير يقدر خبراء كل فتما أنفقتها طهران منذ مطلع الثورة الإيرانية على كل حروبها بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار خبراء يقدرون المبالغ التي دفعتها إيران للنظام الأسد بأكثر من ثمانين مليار دولار حتى عام 2020 لتغطية كلفة الحرب في سوريا كما تدعم إيران ميليشيات حزب الله عبر أشكال عدة منها الدعم النقدي السنوي والذي يقدر بنحو مليار دولار قدرت بعض الدراسات إجمالية فاق إيران على أنشطة ميليشياتها في سوريا والعراق واليمن بحوالي ستة عشر مليار دولار سنويا الدعم الإيراني بمئات الملايين من الدولارات يصل لفصائل فلسطينية سنويا أبرزها حركة حماس والجهد الإسلامي وبالتالي فإن دعم الحرس الطبري وزيادة ميزانيته إرى فيها مراقبون رسالة توسعية جديدة من إيران في إشارة لمواصلة زعزعات استقرار المنطقة